اشتركوا في القناة احواتي لن يوني كنت اساعد اقاربي وامي واخوتي وانا لدي اربعة اطفال وكنت اعينهم كلهم من خلال عملي في هذه السيارة ولكن من بعد تعطل عجلات السيارات والنقص الكبير في قطع الغيار السيارات وعدم توفرها في الاسواق اوقفت العمل لانه لا يمكن المخاطرة بارواح البشر ولعامان انا اعاني بسبب ذلك واضاف السيد برها ايضا انه ليس الوحيد المتضرر بسبب الحصار المفروض بل ايضا يوجد العديد ممن يملكون سيارات ويعملون ويعينون اسرهم من خلالها تضرروا بسبب عدم توفر الوقود مما ادى بهم الى المجاعة وغيرها من الازمات يوجد في هذا الحي العديد من السيارات الواقفة عن العمل بسبب تعطل المحركات وايضا بسبب نقص الوقود وملاكت تلك السيارات وانا اصبحنا نتجول في الشوارع لانه ليس لدينا شيء لنعمله والسيد برها لديه امان من اتفاقية السلام التي عقدت وذلك الانهاء ازمات شعب تقراء التي يمر بها نحن نريد ان نعيشك السابق بسلام ونريد ان نعود الى عملنا ونعين اسرنا كما كنا نعينهم في السابق ولذا يجب على الحكومة الفيدرالية فتح الطرق وعادة شبكات الاتصالات وادخال الوقود لان من دون الوقود لا نستطيع ان نعمل وكما يذكر تماما ان المدير العام في مكتب النقل في تيجراي السيدة الماز قبرت صادق صرحت مؤخرا انه منذ ان تمت اتفاقية السلام الى الان لم تدخل اي من الوقود وقطع غيار السيارات الى تيجراي موسيقى